أقول لنا وتقول للناس العملية هو الدكاء الاصطناعي يعني إيه؟ يعني ترجمها لنا كده بحاجة بسيطة زي إيه؟ يعني إذا كان الدكاء الاصطناعي؟ آه الدكاء الاصطناعي ببساطة هو إن الكمبيوتر أو المشين تحاكي البشر بيبتدي من تاسك بسيطة وبينزل يعني الحاجات ديب جدا لدرجة إنه بيحاكي العقل البشري يعني وطبعا ده بيفيد في حاجات كتير ده بزعج لناس كتير على فكرة آه نسميه ولكن الجانب الإيجابي فيه ناس كتير قد تتخض لما تسمع أيه طبعا إنه الآلة أو المشين هتحل محل الإنسان ما هو الفجر؟ ما هو ده صحيح؟ أكيد أكيد طبعا يعني فيه تاسك كتير بيعملها الإي اي بيعملها بدقة رهيبة يعني تقريبا قبل كده بطل العالم في الشطرنج دعب إي اي اي وهزمه بطل العالم في الشطرنج فالناس اللي خايفة من الإي اي المفروض تتجه ناحيته لأن يعني استخدمه أيه فهم مش هو مش عدوه هو مش عدوه فهمه هو زي ما أنت قلت جملة صح جدا هو potential أو هو طاقة ممكن تستخدم حاجة ممكن تستخدم فرصة فهو يعني هو دلوقتي الآن على مصيره بسبب الإي اي طب ما هو ممكن يتعلم الإي اي وممكن هو اللي يبقى متحكم في مصيره بالعكس ممكن يبدع أكثر أو يوصل لحاجات أكبر أو يفتح لنفسه فرص أكتر بالإي اي أنا يعني مش عايزة بقى متشأمة بس أقول أنه لا فيه ناس مش هتلاقي شغل في المستقبل إذا ما قدرتش تستخدم التكنولوجي توافقني على ده؟ أيه فعلا فيه ناس يعني التكنولوجي هتحل محلها بس هو مازال صاحب غبرة في النقطة اللي هو بيشتغل فيها وممكن يعني يكون سبيشيليست في الإي اي ويكون يعني بيحركه تجاه النقطة دي أو بيستغله في النقطة دي فهو ممكن أنه هو تقفل يعني الفرص عنده من جهة بس في الجهة التانية تفتحت له حاجة أكبر موسيقى